ادل المصريون في مملكة البحرين باصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 وسط اقبال ملحوظ من المقرر ان تستمر هذه العملية الانتخابية من مقرص السفارة المصرية حتى مساء الاحد القادم وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة دعت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين سهل فار دعت ابناء الجالية المصرية المقيمين في البحرين الى المشاركة في الاستحقاق الانتخابي لانها تعد واجبا وطنيا مؤكدة ان السفارة قامت بانهاء كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الناخبين والتيسير عليهم بما يساهم في اخراج العملية التصويت بشكل حضري وكانت عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية قد انطلقت اليوم في 139 بعثة دبلوماسية وقنصلية ب124 دولة حول العالم ومن المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر ايام السادس والسابع والثامن والعشرين من الشهر الجاري على ان تعلن النتائج في الثاني من الشهر المقبل بعد ضم اصوات الناخبين داخل وخارج البلاد يذكر ان مرشحين الانتخابات الرئاسية يتنافسون حول هذه الانتخابات هما رئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى